استقبل الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي السيد بدرومورينيس اولاتي وزير الدفاع الاسباني والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث اجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين وناقش الجانبان خلال اللقاء تطورات الاحداث على الساحة الاقليمية والدولية وانعكاسها على الامن والاستقرار بالشرق الاوسط وسبل تدعيم اوجه التعاون المشترك وتعزيز العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين في العديد من المجالات واكد الفريق اول صدقي صبحي على عمق العلاقات والروابط العسكرية التي تربط مصر واسبانيا متمنيا مزيدا من التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكل البلدين خلال الفترة القادمة حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والسفير الاسباني بالقاهرة